ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والخدمات التعليمية المقدمة التي ستحققها المدرسة للطلبة من أبناء المحافظة الجنوبية والبرامج الأكاديمية التي ستقدمها خلال العام الدراسية كما استمع سمو إلى المشاريع التعليمية التي تعكف الوزارة القيام بتنفيذها في المحافظة الجنوبية والتي تلبي احتياجات المواطنين مشيدا سموه بما حوته المدرسة من مرافق تعليمية وأكاديمية وبرامج تنسجم مع متطلبات عصر التعليم المتقدم وأكد سمو محافظة الجنوبية أهمية تنفيذ المنشآت التعليمية بمختلف مراحلها الدراسية وضرورة أن تلبي هذه المنشآت التعليمية كافة الاحتياجات في جميع مدن وقرى المحافظة الجنوبية مشيرا سموه إلى أن المحافظة تسجل نموا وتزايدا سكانيا وذلك لما تشهده من مشروعات اسكانية واستثمارية تغطي كافة المجالات التنموية وهو الأمر الذي يحتم على الجميع الأخذ به موضع الجد والعمل عليه بشكل جماعي مشترك لوضع دراسات الكفيلة بتوفير المتطلبات من مختلف المجالات والأصعدة المحققة لتوجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أهالي كافة مناطق المحافظة إن من دواعي السرور والاعتزاز أن يتفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة المحافظة الجنوبية بزيارة مدرسة الفاتح وباسم جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم نثمن بكل معاني التقدير هذه الزيارة الكريمة التي تؤكد في أوضح صورة الاهتمام الكبير الذي تجده وزارة التربية والتعليم من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها كما وجه سموه خلال الزيارة إلى أهمية التنسيق حول برامج مستقبلية إن شاء الله بتتم بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة الجنوبية الهدف من ذلك هو استفادة من هذه المنشآت التي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لزيادة التواصل وانطلاقا من دور المدرسة في خدمة المجتمع من جانبه أشهد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بإحرص سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ومتابعته للاحتياجات تعليمية للمحافظة الجنوبية مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من المنشآت التعليمية التي تحقق تطلعاتهم وتراعي احتياجات الأبناء في الحصول على فرصهم في التعليم اشتركوا في القناة